تصويبا نحو الأهداف الإرهابية تنجح قدرات الجيش العراقي من خلال طائرات F-16 من استهداف التنظيم الإرهابي داعش نعم هذه الطائرات يأتي بشكل مباشر من المتعاقدين الأمريكيين خصوصا في قاعدة بلد الجوية لكنهم غادروها فبقيت الطائرات وحدها دون اهتمام أو دعم لم يكن داعش هذه المرة هو السبب في الاضطراب الذي يحدث في قاعدة بلد وسواها إنما على يد ميليشيات مدعومة من إيران كما يتحدث تقرير جديد لوزارة الدفاع الأمريكية والذي غطى الفترة ما بين الأول من كانون الثاني وحتى نهاية آذار من عام 2021 الهجمات المستمرة للميليشيات والفصائل الخارجة عن القانون لم تهدد في مشوار فوضاها وخلايا الكاتيوشا وصواريخها التي تصنع مشاهد الدم في كل مرة لم تهدد روح المواطن فحسب بل جعلته معرضا لخطر تنظيم داعش الإرهابي وعصفت بطائرات F-16 العراقية العديد من المشكلات سيما أكبرها تهديد الميليشيات الذي قد يمنع الأجواء العراقية من أن تحلق فيها تلك الطائرات لإتمام مهامها الدفاعية في محاربة خلايا الإرهاب ما يجعل الوضع أكثر خطورة لمصيرها ومصير المهام الأمريكية في الدعم وتدريب والمساعدة حتى تبقى آلية ديمومتها وصيانتها على رأس الاهتمام بدلا من أن تصبح مكدسة أو معرضة لضربات الميليشيات من جديد ترجمة نانسي قنقر